إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة الشيخ حميد الأحمر شيخ حميد نريد أن تحدثنا عن رحلتك في عالم التجارة والاقتصاد وما هو موقفك من القبيلة والسلطة طبعا يا سيد الفاضل عندما كنت في الإعجابية كان معي صندقة صندقة أبيع فيها الأبو عمدي وأبو ملعقه والشكلية يعني الألجعها لها أبيعها لإخواني والجملائي في الحارة وأتذكر في الثمانيميات أرسلني الوالد مع أحد أخواني الصغار عندما كسرت رجله إلى الأردن وفي الأردن لفت مضاري إلى الشمة الشمة بدأت تجارتي في الشمات وأنا هناك بعدين توالت رحلاتي من طائرة إلى طائرة من سفينة كلها سفينة من دولة إلى دولة حتى أنهم كانوا يلجبوني بالسندبات السندبات أما بالموقف من اللاء الجبيلة فقد أخضع في الحقيقة من من قال أن اللاء الجبيلة غير موجودة في المدينة وأنا أريد عيني جانبي وأقول الكبير هي المدينة في غياب الدولة هي المدينة في غياب الدولة أما بالنسبة لموقفي من اللاء الصور صحيح أنني لست بالشخص الطامح الذي يربط حياته بأن يصل إلى مصر وهذا إن شاء الله طموحنا طموحنا أن نعبط الله تعالى ونأخذ حقوقنا دون أن نسمح لأحد أن ينتقف أو نتجاوز حقوقنا وهذا هو موقفنا شكرا والسلام عليكم شكرا